بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا شباب عمليم ايه اتمنى يا رب تكونوا بخير فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن مشكلة بتواجهنا كلنا مشكلة بتواجهنا كتير جدا وللأسف يعني المشكلة دي مشكلة كبيرة مش مشكلة صغيرة بس في نفس الوقت الحمد لله حلها بسيط جدا ان شاء الله تابع معي الفيديو النهاية وان شاء الله اوعدك انك هتستفيد من الفيديو ده المشكلة بمنطقة البساطة اني سماعة تليفون حضرتك سماعة المكالمات سماعة المكالمات بتاعة تليفون حضرتك صوتها فجأة وطي او حتى سماعة الايربوت بتاعتك وطيط طيب ايه الحل الحل بمنطقة البساطة ان انا هنضفها طيب هتتنظف ازاي انت مش محتاج تروح لحد يقول لك انا هعمل لك هسوي لك هغير لك سماعة هعمل سوفت وير والكلام ده كله تلاقي نفسك دفع مبلغ في حاجة بسيطة جدا جدا بمكونات موجودة عندنا في كل البيوت بتاعتنا يلا بينا على طول من غير كلام كتير هنبدأ الفيديو بس هستأذنك لو عجبك الفيديو ما تبخالش علي بلايك سبسكرايب فعل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نخش على تمام انا دلوقتي عندي الايربوت دي تمام اللي هي اوبو انكو اير تمام دي بمنطقة البساطة جايالي فيها مشكلة يعني صديقه عزيز علي بيقول لي ان فردة من السماعتين دول وطية جدا تمام انا انا هوريك طريقة تنظيفها هي بالمطقة البساطة عايزة تتنظف او ممكن يكون السائل دخل فيها او حاجة بس احنا هنحسن ممكن يبقى التحسن على فكرة ميبقاش بنسبة 100% بس انا هحاول ان انا احسنها بل بنسبة 80-90% طبعا تبقى بشكل افضل في الاخر هتشتغل بشكل افضل وفي نفس الوقت هشرح لك على التليفون هي الطريقة واحدة على فكرة تمام طب هنبدأ كده على بركة اللي هجيب سانطايزر اللي هو الكحول الاسيلي او اللي هو بتاع المطهر الخاص باليد تمام وفرشة فرشة لها فرشة اي فرشة فرشة اسنان بس ايه حاجة تكون شبيهها بكده حتى لو مش هتجيب فرشة اسنان فرشة كده زي ما انت شايف عشان دي هتساعدني بس اهم حاجة حاول بقدر امكان تكون هنا نعمة شوية عشان مش عايزها خشنة قوي عشان في الاخر برضو انا هتعامل مع سامها على فكرة فيه ادية جماعة بتتباع على النت للتنظيف بس انا شايف ان دي برضو عملية جدا لو انت عايز تجيب الادية دي هتا مفيش مشكلة طيب نبدأ كده على بركة اللي هجيب انتها البساطة انت من مسافة بعيدة كده شوية هتبعد شوية كده وهترش يعني تمام كده بس كازا رشة كده اتنين تلاتة بالكتير وتبتدي تنظف تبتدي تنظف ممكن لو بسرنجة او بحاجة تبتدي تنفخ في مداخل يعني انا مش عارف كده واضحة ولا لا اهي المداخل دي تبتدي تنظفها هتبتدي تنظفها بس بالفرشة كده ممكن بس اهم حاجة بالراحة ما تضغطش قوي وما تنظفش باداة حادة ما تنظفش عشان دي في الاخر يعني سماعة يعني اداة حادة ممكن تبوزها خالص بس وممكن تنفخ فيها او بسرنجة زي ما قلنا قبل كده تبتدي تنفخ الهوى فهينظف معك هتنظف من هنا على حسب طبعا نوع الايربوت بتاعتك او السماعة حتى سماعة هندي فري تبتدي تنظفها من هنا مش عارف هي كده واضحة ولا لا هي كده واضحة تمام كده واضحة اهي تمام تبتدي تنظفها من هنا دي مخرجين السماعة من هنا ومن هنا هتلاحظ ان فيه حاجات بتطلع يعني مش عارف انت شايف هنا ولا لا نعايز برضه واضحة شوية اهي هتلاحظ ان فيه اتريبة بتطلع اتريبة دي بتيجي بالنسة انت بتبقى اودنك عرقينة مع شوية تراب خلاص سدت الفتحات بتاعت السماعة فانت بتبتدي بتنظف الفتحات دي بمنتهى البساطة الموضوع بسيط جده بس وخلاص على كده مبتعملش اكتر من كده مرة واثنين وثلاثة لحد ما تبقى الدنيا الصوت بيتحسن معك بنسبة كبيرة الصوت هتحسن معك بنسبة كبيرة طيب بالنسبة للتليفون تليفون برضه بنفس الطريقة ده التليفوننا اللي احنا واخدين عليه دايما في الشرح اللي هو ريدمي ناينتي التليفون اللي احنا عارفينه طبعا نفس الفكرة هتجيب الساناتايزر وترش على السماعة بتاعت المكالمات اهي هترش على السماعة بتاعت المكالمات واحدة اتنين تلاتة وتبتدي تنظف المنطقة دي بالفرش بس ما بتعملش اكتر من كده وبالراحة هم حاجة بالراحة خالص هتلاقي ان فيه اتربة انا مش عارف واضحة عندكم الاتربة طلعت ولا لأ هتبتدي تلاقي ان فيه اتربة طلعت من السماعة هتحس يعني حاجة يعني هتلاحزها بشكل ان فيه تحسن في الصوت قوي جدا هتلاقي ان فيه تحسن في الصوت جامعي وبالذلك الموبايلات يمكن في السماعات مش قوي سوان كان ايربود او اه سماعة عندي فري بس في التليفون بتلاقي ان فيه تحسن قوي جدا بس جماعة هي دي الطريقة بدون اي فازلكة ولا حد يقول لك انا هعمل ولا هساوي ولا اي حاجة هي دي بس طريقة فرشة وسانتيزم فقط. زي ما شفنا الخطوات سهلة وبسيطة بس اهم حاجة استأذنك تخلي بالك من نقطتين مهمين جدا. اول نقطة الحرص وانت بتنظف السماعة. تاني نقطة ودي برضو نقطة مهمة ان الطريقة دي بتنفع باي او لاي سماعة يعني سنكن ايربوت سماعة موبايل حتى لو سماعة اي سماعة اي سماعة حتى لو سماعة هاند فري اي سماعة انت بس بتنظفها. ممكن حتى تحتاج انك تنفخ تنفخ فيها شوية او يعني تضغط الهوى بالسرنجة السرنجة بتاعت الحقن اللي عندنا في بيوتنا كلنا دي برضو بتساعد شوية في الموضوع ده. اتمنى يا ربي الفيديو كون عجبكو واستأذنك لو حابب تسأل عن اي حاجة او اي اقتراح زي ما قلت لك تقدر ان شاء الله تشرفني في القناة في الكومنت على الفيديو او تشرفني في جروبنا على الفيسبوك ان شاء الله وهرد عليك. وشكرا جدا لكم وشكرا لحسن انتبعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة